أكدت مصادر حكومية وجود ضغوط أمريكية على حليفة واشنطن لمنعها من تنفيذ أي هجوم على العراق المصادر بيانت أن واشنطن تتعامل مع العراق بوصفه حالة خاصة في دائرة الحرب الحالية واتسعى لمنع أي هجوم اتجاهه خاصة وأن واشنطن تمتلك وجودا عسكريا فيه وأشرت إلى أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بحث الملف مؤخرا مع مسؤولين أمريكيين منهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين الذي أخبر السوداني بعدم دعم واشنطن لأي هجوم لحليفتها على بغداد بشرط منع الحكومة العراقية للفصائل من تنفيذ هجمات خارج الحدود وأضافت أن الحكومة العراقية وقيادات الإطار التنسيقي تبذل جهودا سياسية كبيرة بهذا الاتجاه كاشفة عن حراك سياسي لقوى عراقية شيعية تجاه بعض الفصائل المسلحة بهدف تثبيت تفاهمات حيالة عدم استهداف المصالح الأمريكية وكذلك تجنب الأراضي العراقية الهجمات التي تنفذها على دولة حليفة واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر